بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في المحاضرة السالثة عن السلوك التنظيمي ونتحدث اليوم بإذن الله في هذه المحاضرة عن دواعي الاهتمام بدراسة السلوك التنظيمي ويمكن أن نطرح سؤال في بداية هذه المحاضرة لماذا ندرس السلوك التنظيمي؟ أولا السلوك التنظيمي يهتم بدراسة نشاطات الأفراد والمجموعات داخل التنظيم والأفراد والجماعات اللي هم العنصر البشر يعتبر من أهم عناصر المنظمة بالتالي يجب دراسة سلوكه السبب الثاني الذي يجعلنا ندرس السلوك التنظيمي للمدير باعتبار أن المدير عندما يأتي يتخذ الغرارات لا بد أن يعرف الجماعات والأفراد ويفهم سلوكهم والمقصود بفهم سلوكهم معرفة تأثير هذه القرارات التي سوف يتخذها على العاملين من ناحية قبول هذه القرارات من ناحية معارضة هذه القرارات كذلك للمدير حتى يقوم بالعملية الإدارية من تخطيط وتنظيم وتنسيق وقيادة التي هي ما يعرف بعناصر العملية الإدارية لا بد من عندما يأتي إلى قيادة العاملين وتوجيههم نحو تحقيق الأهداف لا بد أن يعرف احتياجياتهم لا بد أن يعرف دوافعهم لا بد أن يعرف كيفية إقناعهم بقراراته وكيفية إقناعهم بالأهداف وكيفية إقناعهم بطرق تحقيق هذه الأهداف وبالتالي يضمن تقلبه على مقاومتهم للتقيير من دواعي الاهتمام بدراسة السلوك أيضا رجل الإدارة في حاجة إلى نظريات تمده بالأسس والأمبادئ العلمية التي تساعده في معالجة وحل المشكلات وتوجيه العملية التنظيمية وهذا متعلق بالسلوك التنظيمي كعلم إذ أن السلوك التنظيمي الآن أصبح يمد رجل الإدارة بعلم يمده بالمنهج العلمي الذي يساعده في حل المشكلات التي توجه في المنظمة كذلك من دواعي الاهتمام بدراسة السلوك التنظيمي أحجم المنظمات الكبيرة في عالم اليوم سنجد أن هناك أعداد كبيرة من العاملين والموظفين يحتاجون إلى التنسيق وفهم حاجاتهم وحل مشاكلهم فبالتالي نحن نتحدث عن شركة ضخمة جدا مثلا فيها 500 عامل فيها 1000 عامل فيها 2000 عامل فيها 5000 عامل فلابد لإدارة العنصر البشري بهذا الكمل لا بد من دراسة سلوك العاملين حتى نستطيع أن نقودهم نحو تحقيق الهدف كذلك التقنيات الحديثة جعلت المنظمات أكثر تعقيدا وبالتالي هذه تحتاج إلى فهم أعمق من جانب الإدارة وفهم أكبر للجماعات والمفاوضات وحل النذاع أي الجانب الجماعي في السلوك التنظيمي كذلك نهتم بدراسة السلوك التنظيمي ليس فيما يتعلق بالعاملين فقط أو المنتمين أو المنتسبين للمنظمة فقط بل الأمر يتعدى ذلك إلى طالبين الخدمة لأنك مثلا إذا كنت تعمل في منظمة في بنك مثلا وأتى عميل فلابد أن يخرج العميل راضيا عن الخدمة التي قدمت وحتى يخرج العميل راضيا عن الخدمة المقدمة فلابد من دراسة سلوك هذا العميل وقنينا عن البيان أن دراسة السلوك يمكن أن تتم في ثواني فهي لا تحتالي شهور أو أيام حتى لا مجرد ما أتى العميل ممكن أدرس سلوكه في ثواني وبالتالي أستطيع أن أحوز على رضا العميل كذلك معرفة وتحليل شخصية الأفراد وتكوينهما النفسي وهذا أمر واضح من أسباب دراسة السلوك أيضا حماية النفس البشرين ما يهددها من القلق من الإحباط من الصراع من عدم التوازن النفسي فعن طريق دراسة السلوك الفرد أستطيع أن أحمي هذا الفرد من هذه الجوانب التي تؤثر على آدائه في المنظمة كذلك أدرس السلوك التنظيمي لتقيير التعامل للسلوك البشر وتحويله من مقاومة التقيير من عدم تنفيذ الأوامر إلى العكس إلى التعاون إلى روح الفريق إلى أبعد من ذلك الإبداع والمبادرة والابتكار وقيرها أيضا من أسباب ودواع دراسة السلوك زيادة مقاومات القيادة الإدارية للمدير وتعريفه بالدوافع والحاجات ومكونات الشخصية والاتجاهات وقدرات وميول العاملين فالقايد الإداري لا بد أن يكون على علم بدوافع وحاجات ومكونات شخصية الأفراد واتجاهاتهم وميولهم وقدراتهم حتى يستطيع أن يؤثر فيهم ويقودهم نحو تحقيق الأهداف بالتالي أشكركم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته